بوادر السلام في اليمن بدأت تلوح في الأفق، حيث كشفت صحيفة شرق الأوسط عن خطة مرتقبة برعاية أممية، يتم التجهيز للإعلان عنها خلال الأيام المقبلة. الخطة تقضي في مرحلتها الأولى وبحسب الصحيفة، بإعلان وقف إطلاق النار، ثم تشكيل لجان فنية لدمج البنك المركزي وتبادل الأسرى وفق مبدأ الكل مقابل الكل. ثم مرحلة التفاوض المباشر لتأسيس كيفية رؤية الأطراف اليمنية لشكل الدولة، ثم تليها مرحلة انتقالية. وتقول الصحيفة إن الحكومة اليمنية سلمت ردودها الأخيرة والتعديلات التي تريدها على الخطة المطروحة حالياً، فيما تطالب بضمانات بعدم وجود أي تحايل أو تراجع من جانب الميليشيات الحوثية، محذرة من أنه في حال حدوث أي تلاعب أو التفاف من جانب الميليشيات، ستكون الحكومة اليمنية في حل من كل هذه الالتزامات. القضية الجنوبية هي الأخرى إحدى الملفات الرئيسية ضمن خطة السلام المرتقبة، التشير المصادر إلى أن القضية مطروحة بشكل كبير، حيث يرى الجنوبيون أن المرحلة الانتقالية يجب أن تشمل تصوراً لشكل الدولة، يفضي إلى استفتاء أو تقرير مصير. وتوقعت مصادر عدة أن تشهد الأيام القليلة المقبلة إعلاناً لوقف إطلاق النار وتثبيت التهديئة والانسحابات والوقوف عند خطوط التماس، فيما ستحتاج الترتيبات الأخرى ربما إلى أسابيع.